لازالت الانظار مجدودة الى فيينا حيث يحبس المتابعون والفرق الصحفي انفاسهم لمعرفة ما يجري في كواليس المفاوضات المستمرة بين الدول الكبرى وايران التي تسعى للتوصل الاتفاق النهائي حول برنامج طهران النووي في حين الغيت مؤتمرات صحفية كانت مقررة مساء امس في اشارة على تعثر المفاوضين في التوافق على المسائل العالقة هذا التأخر في الاعلان عن باكورة المفاوضات الماراثونية تزامن مع تسريبات عن مصودة اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وطهران حول عدد من النقاط الخلافية وجاء في ابرز بنود المسودة السماح بدخول مفتشي الامم المتحدة لكل مواقع ايران النووية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكرية وزيارة واحدة الى موقع برشين العسكري كما اشارت المسودة الى ان معالجة الشكوك حول الابعاد العسكرية المحتملة لانشطة ايران النووية السابقة ستكون شرطا لرفع العقوبات كما اتفق الطرفان على خطة لحل الخلافات بشأن الابعاد العسكرية المحتملة للانشطة النووية السابقة لايران بحلول نهاية 2015 مصادر دبلوماسية اشارت الى انه اذا تم اعتماد المسودة في اجتماع ايران والقوى الكبرى ظهر الثلاثاء فان الموافقة على قرار في مجلس الامن ستكون مثالية هذا الشهر على ان تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما فيها الالتزامات الايرانية والبدء بتخفيف العقوبات في النصف الاول من عام 2016 بطرس موسى العربية